فإذن أحبائي هذه الآيات مهمة جدا تدعو اسمه عمّا نوئيل عمّا نوئيل الله معنا عمّا نوئيل نفس الكلمة العبرية هي مترجمة للعربية ولكن إضافة لتوضيح الكلمة مكتوب عمّا نوئيل يعني عمّا نوئيل الله معنا في إشعية سبعة أربعة عشر ومتى واحد آية ثلاثة عشرين ألم يقل الكتاب المقدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه في آية أربعة عشر والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في آية 18 مكتوب الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فالنبوة أحباء بتتكلم عن ميلاد فريد عن المحبة المتجسد الكلمة صار جسدا بصيغة المذكر وليس المؤنث عادة والكلمة كانت ولكن الكتاب يقول والكلمة وكان الكلمة الله والكلمة صار ليس صارت جسدا فإذا الكلمة المتجسد تعود إلى الله ذاته فالكلمة كلمة الله هو الذي قال كن فيكون هو الذي يتكلم وهذا ما نؤمن به كمسيحيون نحن نؤمن أن الله الآب له وجود ذاته وأن الإبن هو كلمة الله ناطق بكلمته والروح فيه روح حياة حي بروحه هذا ما نؤمن به كمسيحيين أحبائي أن الله له وجود ذاته وأن الكلمة أعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية أعلنت في شخص يسوع المسيح والروح هو حي بروحه حاش أن يكون صامت بلا حياة بلا روح ألم ينفخ في آدم نسمة حياة فإذا هذا ما نؤمن به كمسيحيين فإذن النبوة الله ظهر في الجسد ميلاد فريد العذراء تحبل بدون رجل وبيتكلم عن جنس الطفل تلد ابنا يعني بيركز ابنا وليس بنتا أو مبني للمجهول وحتى اسم الطفل عما نؤيل الله معنا أو يدعى اسمه يسوع لأنه جاء في ملء الزمان ليخلص من الخطية بيتزامن مع الكلمات النبي الشعية يهوى يخلص أنا أنا الرب وليس مخلص آخر فهنا يتكلم لأنه يخلص شعبه يهوى يخلص وهذا هو يسوع المسيح المخلص الذي يخلص من عقاب الخطية ثم من سلطة الخطية وأخيرا في يوم من الأيام رح يخلصنا من وجودها بالكامل بالذات يعني نتحرر من الخطية اشتركوا في القناة